اشتركوا في القناة من يوم الاربعة اللي هي حلقة يوم الخميس فطبعا انا نبهت للنقطة هاي على اساس انه احنا في فترة خلو مسار وخلو المسار هاذ الان موعد بث الحلقة زي ما حكينا الساعة ثنتين بتوقيت الجرينتش من مساء يوم الاربعة القمر ما زال موجود في الحوت يعني ساعتين وعشر دقائق ضايل بعدين بانتقل للحمل احنا ذكرنا التفاصيل في حلقة الامس فالان القمر موجود في منزلة الرشا هي اخر منزلة في برج الحوت لغاية الساعة اربعة وتسع دقائق بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الاربعة اللي هو موعد بث الحلقة وقلنا انها هاي للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح ينكث القمر فيها لأمتى بعدين هلا بدو ينتقل لأول منزلة من منازل دائرة الفلكية اللي هي منزلة الشرطين اللي هي في برج الحمل ساعة اربعة وتسع دقائق مساء يعني ضايلت ساعتين وتسع دقائق من موعد بث الحلقة واحنا في فترة خلو مساء منزلة الشرطين هي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى وتقليم الأظافر وقص الشعر الإشي الثاني أو أي شيء مهم لأنها فترة سلبية وزي ما حكينا رح نحكي اليوم عن الانتقال كامل كان هالحلقة أنه في برج الحمل وحكينا أنه القمر لما بصير في برج بنأخذ من صفات هذا البرج جميع الأبراج بتأخذ من صفاته ففي هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها برضو منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية ما منتحمل أي انتقاد أو أي كلام من عصب بسهولة فبدنا نضبط أعصابنا هاي الفترة فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون أو الأسنان إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو هاي فترة مناسبة جدا لقص الشعر أو إقامة حفلة أو عزومة ما بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة اللي هي زاوية الاقتران الإيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي زاوية قوية جدا لعمليات التجميل وامور الجمال بكل أنواعها وهاي تأثيراتها من اليوم اللي هو 28 أربعة وبيستمر تأثيرها لغاية يوم 30 أربعة اللي هو طبعا 30 أربعة اللي هو دروتها وبعديها بكمل بعدها لغاية يوم 3 خمسة اللي هي باقي تأثيراتها عند حدوث هذا الاتصال دائما بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وهذا الشيء برضو بسهل عملية إقناعهم أو منكون أكثر مرونة بالتعامل مع الغير هاي الفترة برضو بتعزز الذائق الفنينة والقيم الجمالية خصوصا لدى العاملين في المجالات الفنية اللي إلهاصلة بذلك الفن والديكور والتجميل والأمور هاي بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها زي ما حكينا اليوم 34 برضو عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر أو التفكير بالسفر والاتصالات البعيدة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي برضو تأثيراتها لغاية يوم 29 أربعة تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيرها طبعاً لـ 23-5 بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجرياة اليوم برضو في عنا زاوية بطيئة ذروتها زوايا مع القمر ما فيه طبعاً الزاوية اللي اليوم راح تتشكل هي زاوية اللي هي ذروتها اللي هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي طبعاً ذروتها ساعة 12 وأربع دقائق ظهراً بتوقيت جرينيج وهي الزاوية بتزيد من حد الذهننا والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا ونجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة ولكن أنه صدفت ذروتها مع بداية تأثير اللي هو كسوف الشمس فعشان هيك ما تعتمدوا كثير على الحدث ولا على سرعة البديهة بدكوا تدرسوا أي خطوة دراسة جيدة ويفضل تأجيلها لأنه ما في داعي لأن تزاوية هاي تكون تأثيراتها إيجابية ولكن الكسوف أقوى منها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عندنا الرأس والأسنان اللسان العضلات المخططة القضيب المرارة الشرايين والدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل هذا اليوم وهذا اليوم برضو مناسب للأمور اللي إلها علاقة بإزالة الشعر الزائد لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ هو يصلح للقص العلاجي ولكن بسبب تأثيرات الكسوف الآن منقول إنه هاي الفترة لا تصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لمدة أسبوع من اليوم يعني من عد ست أيام من اليوم هذه الست أيام لا تصلح لعمليات الجراحة يعني لغاية عمليات الجراحية التجميلية يعني لغاية ثلاث خمسة بالنسبة لمطعم كورونا طبعا مطعم كورونا اليوم مناسب ما في أي مشاكل لهذا الموضوع ممكن بعض الآثار البسيطة ما أعتقد إنه هي بس مجرد صداع أو ارتفاع درجة حرارة فبندول يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم تسعة وعشرين أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر لأول ثمنتعشر دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي الساعة تناش وثمنتعشر دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر في الثور طبعا التوقيت بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الآن هو انحسار الهلال عمره ست وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرينج بيصير مندخل في اليوم السبعة وعشرين طبعا نسبة الإضاءة عشرة في المية يعني بدأ يختفي الهلال أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم واحد وعشرين خمسة طبعا منتحس بنسبة عشرة في المية بسبب انه احنا في فترة الكسوف الآن القمر في الحمل حتى يوم ثلاثين أربعة هو الآن سعيد بنسبة اللي هو ستين في المية ولكن مع ساعات الصباح خلاص بنزل لأنه بدأ تأثيرات الكسوف فبتنزل سعوته لنسبة خمسة عش في المية عطارد في الثورة حتى يوم ثلاثين أربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمسة عش في المية المريخ في الحوت حتى يوم أربعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرة خمسة سعيد بنسبة خمسة وعشرين في المية سحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط لأنه الخمر صار موجود عندكم فبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة ممكن اليوم تسمع جواب كنت بتنتظره أهمش أنك تتحرك وما تنتظر أنه الفرصة تيجي لعندك أنت حاول أنك تذهب بحث عن هاي الفرصة أهمش أنك ما تضيع الوقت هاي بداية جديدة وجيدة بالنسبة لا إلك والأيام الجاية حتى الأسبوع والأسبوعين القادمات هي تعتبر من أفضل الأيام لا إلك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر الآن صار موجود في بيت المتاعب عشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكونوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا لغذائكم راحتكم طبعا راح تشعروا أن وطيرتكم أو نشاطكم هدئ بشكل كبير راح تتأخر النتائج والوضائع والمعاملات يعني بتكونوا تتوقعوا هاي الأمور كلها وبتشعروا ببعض الخيبة ممكن أشخاص تكونوا عديدكم بشيء وما توفي بوعدها بتظهر خلافات أو التباسات طبعكم بتكون متقلبة ومزاجكم متعكر أهم شيء أنكم تخالفوا القوانين لأنه ممكن تخسروا أكثر مما بتتوقعوا برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا اليوم في حفل أو مناسبة سعيدة وممكن تعبروا عن آراءكم بحرية وجراءة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة تسكنك أحاسيس متناقضة ولكنها فترة مناسبة للتحالف ومديد العون للزملاء الفترة طبعا ما زالت إيجابية داعمة اليوم ممكن يتوجه لك دعوة زي ما حكينا لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من اللي قال أصدقاء ولكن ضبط الأعصاب أثناء تعاملك مع الأصدقاء هو المطلوب خلال هذا اليوم برج السرطن القمر صار موجود في بيت السمعة فعشان هيك اليوم بعطيك فرصة لأنك أنت اليوم تبحث عن عمل أو تعزز علاقتك مع مسؤولينك في نطاق العمل واللي بينجح بيعمل بجد ونشاط بينجح بإثبات جدارته وممكن تحفظه على إنجازاتكم القائمة أهم شيء اليوم أنك تبرر كلامك وتكون واضح بشكل جيد بدك تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لعلك ولأفكارك ابتهتم لبعض الاتصالات والمشورات أهم شيء أنك ما تكون مهمل ما تترك انتباعات سلبية عنك لأنه ما في داعي أنك تشوه سمعتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم نشاطكم عالي جدا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتحاور مع أجانب أو التفكير بسفر أو ترتيب لخطة سفر معينة واليوم هذا مناسب لاجتياز امتحان أو اجراء مقابلة تقدر اليوم تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولية وحتى على المستوى العاطفي بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار وتجارب مختلفة وبرح تشعر بالاعتزاز والفخر بالنفس أهم شيء أنك ما تستسلم وما ترضخ لشروط ما بتناسبك وحاول أنك تناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض وبيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة أهم شيء أنك تكون متفهم لأوضاع الآخرين والآراءهم وتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي ذلك القمر لما بيكون في بيت الأموال المشتركة برضو بصير فيها الفترة هاي اهتمام بقروض أو سلف أو بعض الديون اللي إليك أو أموال الزوج ولكن في الفترة هاي الآن دخلنا على ست أيام حاول أنك ما تكفى الحد ما تضمن حد وما داين حد فلوس برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر صار موجود مقابلكم تماما وهذا الشيء بعطيكو إيجابية لأنه بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني اللي هو شريك المال أو شريك العاطفي تتعاون مع بعض أو تتصالح أو تتراجع عن قرار ولكن بسبب وجود القمر مقابلك طاقتك بتكون ضعيفة فبتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع وضيق الوقت بأهم شيء أنك تحاذر من تراجع صحي هو ما فيه خوف ولكن ممكن شوي تشعر بأن طاقتك ضعيفة ببعض التعب وفي نفس اللحظة ابعد عن المشاكل قدر الإمكان هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن صار موجود في البيت السادس اللي هو العلاقة بالعمل وبالصحة فعشان هيك حاولوا أنك تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وممكن تجدوا تعاون من زملائكم بالعمل ولكن بدون ما تفرضوا سلطتكم عليهم نظموا جدول غذائكم خذوا قسط من الراحة من حين لآخر اللي رح تبدأ مرحلة شوي في هاي الفترة بتكون جديدة أو غريبة بتتراكم عليك الأعمال فيها يعني مرحلة ما رح تكون سهلة بتكثر فيها الواجبات وبتتزامن ومن الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة عشان هيك برضو بدك تحاذر من المشاكل الصحية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم اليوم اليوم يعتبر داعم لكم البيت الخامس وهذا بيت الحواطف والحضود وبإمكانكم تعزيز العلاقة معهم وفرصة مناسبة للمصالحة ولتسويت الأمور وكذلك للتعارف والحب والارتباط نشطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضاً بتكون ممتازة جداً فترة إيجابية وداعملة إليك بقوة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعاً بترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة وبتحتاجوا اليوم للمسائل الخاصة والعائلية بتحتاج لنوع من أنواع المناقشة بمرونة بدون عصبية ممكن تظهر اليوم بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات أو بعض المشاكل أو الأعطال المنزلية أهم شيء أنك تحاول تحلها بهدوء جداً وممكن اليوم تتعرض لمحاسبة أو مسائلة أو ربما تحديات أو استفزاز لأنه لما بيكون في بيت البيت معناته فيه إشيء العلاقة بالعائلة رح يظهر على الساحة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً بيت ناشط جداً فاليوم بتنشطه في التنقلات والاتصالات والسفريات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وبتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفتن الأنظار والإعجاب الأجواء إيجابية ودعملة إليك ما زالت سرعة البديهة عندك قوية جداً تقدر تعالج الأمور بسرعة هائلة اللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية أو اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم يعتبر مميز لإلكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً القمر الآن صار موجود في بيت المال فعشان هيك اليوم بيعطيكوا فرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ولكن منكم أشخاص برضو ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء أنه اليوم برضو فيه إمكانية للتقديم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهم شيء أنك تعمل بجدية نظم شؤونك المالية امتنع عن مخالفة القوانين ابتعد عن التورط في أي أعمال يعني ممكن هاي الأعمال تكون مشبوهة أو مخالفة للقوانين الوضع المالي بيجيب لك بعض الفرص ولكن برضو بدك تنتبه من المصاريف هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء